مشاهدين للحديث عن جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل ينضم إلينا مباشرة من بابل النائب عن ائتلاف دولة القانون السيد ثائر مرحبا أهلا بك سيادة النائب بداية كان هناك حديث يدور بأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان لن تعقد إلا بعد الوصول إلى اتفاق بين القوى السياسية والآن أدرج الموضوع على جدوى الأعمال جلسة السبت فما الذي يعنيه ذلك هل هناك اتفاق على مرشح محدد تحية لك ولكل مشاهديكم الأعزاء أخي العزيز قد ما يكون هناك احتقان في العملية السياسية أو انسداد بما سميتموه الإعلاميون لا بد من الذهاب إلى المحكمة الاتحادية وبالتالي عندما حدثت الجلسة الماضية لمجلس النواب وتم ترشيح الأخوة الخمسة إلى رئاسة البرلمان وحدث ما حدث فيها ومن ثم رفعت جلسة بقي المجلس النواب ينتظر قرار المحكمة الاتحادية وبالتالي أنا سأكون مع الرأي الآخر أن الفقرة الأولى من مجلس يعني في جدول للأعمال أعتقد سوف لن تناقش بسبب الانتظار للمحكمة الاتحادية أن تقول كلمتها إذا ما حصل في الجلسات الماضية طيب إذا كانت لن تناقش سيد ثائر لماذا أدرجت ضمن جدول الأعمال هل هناك ضغط سياسي باتجاه حسم هذا الموضوع لا سيما على رئاسة البرلمان مثلا أو على القوى السياسية نعم بما أن الجلسة جلسة اعتيادية وبالتالي لا بد أن تتضمن هذه الجلسة في جدول أعمالها الكثير من الأمور التي يجب أن تناقش وبما أن رئاسة المجلس هي على رأس الأعمال التي يجب أن تناقش ورئاسة الأعمال رئيس البرلمان الشاغر في الجلسة لا بد أن يطرح كي يعطي المساحة لأعضاء مجلس النواب أن يقولوا كلمتهم أزاء هذه الفقرة لكن هذا رأيي أن هذه الفقرة سوف تناقش هذا لن يكون رأيي يعني مطلق على أو سيؤخذ به لكن هذا رأيي أن هذه الفقرة الأولى ستهمل بعد قراءة الجدول والركون إلى سماع رأيي المحكمة عدد من النواب سيد ثائر ينظرون إلى قضية انتخاب رئيس البرلمان بمعزل عن تشريع القوانين لا سيما التي تمس حياة المواطنين ورئيس البرلمان بالإنابة سيد محسن المندلاوي دعا مع اللجان النيابية إلى الشروع بالنظر في القوانين والتصويت عليها هل هذه النظرية قائمة أم أن مسألة اختيار رئيس البرلمان قد تعطل المضي بالمشاريع الأخرى ماذا لو أدرجت المادة في جدول الأعمال وحصل كسر للنصاب بسبب هذا الموضوع هناك قوانين تحتاج إلى التمرير نعم السيد المندلاوي حقيقة دعا كل رئاسات اللجان يوم أمس لكي يطرحوا ما لديهم من قوانين مركونة في رفوف اللجان وما لها من أهمية أن تناقش قسم منها قراءة أولى وقسم منها مقترح وقسم منها القراءة الثانية لذلك السيد المندلاوي ركن إلى حقيقة أخرى وهو أن مجلس النواب والكل يعرف هذه الحقيقة مجلس النواب كان قد مر وخصوصا في هذه الحقبة مر في شلل وعدم ممارسة أعماله لفترات طويلة وكما تعرفون من البدء لأشهر أو لمدة سنة ومن ثم أيضا حصل لديه بعد إقالة السيد الحلبوسي أيضا حدث شلل لإقرار القوانين لذلك السيد المندلاوي أراد أن يحرك مما يسمى بدينامو التشريع من جديد كي كل من هذه اللجان تقول كلمتها وتسن القوانين التي من شأنها أن تقدم الخدمة إلى مجتمعنا العراقي نعم مباشرة من محافظة بابل النائب عن اتلاف دولة القانون السيد ثائر مخيف شكرا جزيلا لك